هم يتعاملون يتم تدريبهم ويتعامهم في منطقة واحدة ثم يتم نقلهم إلى مناطق أخرى حيث يتم استخدامهم عندما شخص ما يريد أن يرسل رسالة إلى منزلهم أو إلى وطنهم إلى الوطن هم تجيب معنى الوطن كمان يكون هو عايش من مكان ثاني يرسل محافظة إلى محافظة ثانية هم منزل لكن تجيب معنى وطن موطن يعني مكتوبة على ورق خفيف خفيف ورق وبعد ذلك تربط أو يتم ربطها إلى أقدام الحمام عندما يتم إطلاق صراحها دائما تعود إلى الموطن أو إلى المنسي هناك هناك الحمام الحمام الارتداد الارتداد يعني أنه يذهب إلى المنطقة ويرجع ويرجع على نفس المكان which are trained التي يتم تدريبه أو التي يتم تدريبها to deliver على إرسال أو توصيل one message رسالة واحدة and retain وتعود برسالة أخرى فالحمام الارتداد الرسالي يرجع برسالة الثانية يسميه womening pigeons هذه الأسلة التي سنسألها هنا أول سؤال هناك كلمة plural جمع singular مفرد فيت هي plural جمع نريد singular المفرد ما المفرد من كلمة فيت؟ فيت معناها أقدام فيت معناها أقدام نريد أن أقول قدم تحولها إلى مفرد قدم تعرفه ما هي هي كلمة فوت فوت singular مفرد قدم فيت أقدام جمع هيا بلسمي السؤال أول السؤال الثاني they are taken to another areas who when where they are used شو بنا نستخدم هلا هوني who ولا when ولا where where كيف عرفنا لأن هوني بدي أخذوه على منطقة تانية where حيثو زي يعني هوني راح يستخدمون صحيح هل يشوفوا كلمة where بالسؤال معناها أين ولكن بالجملة الإيجابية معناها حيثو فهون هاي جملة الإيجابية من سؤال ما في بآخر إشارة استفهام معناها حيثو وهو بالسؤال بيكون معناها من لكن بالجملة الإيجابية بيكون معناها الذي وين بالسؤال بيكون معناها متى بالجملة الإيجابية بيكون معناها عندما فالهون إحنا بدنا نشوف أبل قوس إذا الشي بذل على الزمان مختار وين إذا في اسم أشخاص مختار هو لأنه هو مع الأشخاص وين مع الزمان وير مع المكان وهون مناطق مناطق هي أسماء أماكن يعني العلاقة بالمكان فبنختار كلمة where نختار كلمة where they are taken to another areas where they are used يعني يتم أخذها إلى مناطق أخرى حيثو تستخدم نختارنا where لأنه الاسم القبل القوس areas بدلة على المكان areas معناها المناطق الجملة البعدة there are even boomerang pigeons which where who are trained to deliver one message and return with another إن boomerang pigeons هي الحمام الارتدادي يعني اللي بروح بالرسالة برجع ما برجع على فضل برجع برسالة تانية لكن هون حطنا بالفراء حطنا كلمة which where who من شوية حكينا أنه هو مع الأشخاص إذا كان قبل القوس اسم الشخص where إذا كان قبل القوس إذا كان قبل القوس بدلة على المكان which إذا كان قبل القوس اسم غير عاقل ما فيه قبل القوس؟ يعني كلمة pigeons الحمام الحمام اسم غير عاقل ولا مكان ولا أشخاص إذا كان اسم غير عاقل ما نختار؟ which نختار كلمة which سؤال الثالث قبل الأخير message are right written wrote on light paper الرسائل تكتب على ورق خفيف بين مثل ما تكتب ضم أولية وكسر أو فتحها ما قبل الأخير ما أعطى مبني المجهول والمبني المجهول أنه حسب الزمن الفعال المساعد نضعه حسب الزمن يعني is or was where إلى آخرين متى ما شفنا ما أعطى مبني المجهول زمن حاضر بسيط ولكن نختار verb one write ولا verb three written ولا wrote verb two هاي verb one الأخيرة verb two اللي بالنصف verb three شو ما أختار؟ verb three أي واحد منهم مختار written هكذا ما أختار كلمة written ليش أنه مبني المجهول بالمبني المجهول الفعال المساعد بيجي بعده دائما verb three السؤال الأخير what is the opposite of light light هون حرب T والآت مع ملفظون شو معت opposite opposite معناها عكس يعني ما هو عكس كلمة light خفيف light معناها خفيف عكس كلمة خفيف هو ثقيل شو معت كلمة ثقيل إي ماناها حبين هل يماناها حبين قفيف شكرا